من أقرب حلفائها وأعني هنا دمشق التي شهدت استهداف قنصلية إيران استعارت طهران إجابة لا طالما سمعناها من الجانب الحكومي السوري سنرد على إسرائيل إنما حين يحين الزمان والمكان المناسبان لم تناسب دمشق كل الأمكنة والأزمنة حتى الآن فلا خبر عنها أو منها حيال ما تنفذه إسرائيل ضدها من ضربات أما بالنسبة لإيران فهل سنرد على إسرائيل بات طرحا من الماضي متى وكيف سيكون ذلك بات السؤال الملح والأكثر الحاحن ما هي الأدوات تسعة صواريخ قادرة على الوصول إلى إسرائيل نشرتها منذ ساعات وكالة أنباء طلبة إيرانية وبددت بها بعض إشارات الاستفهام حيال الأدوات التقييمات الاستخباراتية الأمريكية تشير إلى إمكانية ضرب إيران لمصالح داخل إسرائيل باستخدام مسيرات أو صواريخ كروز من دون أن تحدد التقييمات ذاتها متى وأين ستكون هذه الضربات هذا عن الأمريكيين الذين أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبدالهيان أن استهداف القنصلية في دمشق تم بمقاتلاتهم وصواريخهم أما إسرائيليا فالخوف كله منصب على حماية البعثات الدبلوماسية الخارجية التي تظن تل أبيب أنها ستكون في عين الاستهداف الأمر مفهوم بالنسبة لمستشار المرشد الإيراني لشؤون العسكرية لواء يحيى رحيم صفوي الذي أكد أن سفرات الإسرائيلية في المنطقة لم تعد آمنة بعد الآن رحيم صفوي قال كذلك أن إسرائيل أغلقت 27 سفارة تابعة لها حول العالم خوفا من الرد الإيراني لافتا إلى أن طهران مستعدة للرد القاسي وهذا ما أيده فيه رئيس هيئة الأركان محمد حسن باقري الذي أكد أن الرد سيحقق أعلى نسبة من الضرر أما تحديد زمانه ومكانه فهذه مهمة إيران وإلى أن يحل الزمان والمكان تضع القوات الإسرائيلية وتلك الأمريكية أيضا المنتشرة في المنطقة قواتهما على أهبة الاستعداد ومثلهما فعلت إيران بقواتها وكأن الجميع مستعد وكأن الكل يضع إصبعه على زناد هل ستكون هناك رصاصة أولى تشعل المنطقة برمتها أم أن الأمر سيقتصر على تحرك أذرع إيران هنا وهناك تحرك إن تم سيفضي إلى توسيع دائرة الصراع المحتدم في غزة وهذا أمر لطالما أكدت كل من إسرائيل وواشنطن وطهران أنهم لا يسعون إليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في دمشق وفي دمشق أيضا خمسة عناصر من الحرس الثوري الإيراني بينهم ضابط مخابرات أو ضابط المخابرات صادق أميد زادة قتلوا جميعا في منطقة السيدة زينب التي تعتبر معقل إيران في العاصمة السورية وهذا أبو تقوى قياد في الحشد الشعبي استهدف في العراق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العروري اغتيل هو الآخر في الضاحية الجنوبية معقل حزب الله اللبناني في بيروت كل هذه الضربات تلقتها إيران على مضض إلى أن حدث ما حدث في قنصليتها في دمشق مطلع أبريل الجاري هؤلاء جميعا قتلوا في هجوب إسرائيل على أرض يفترض أنها إيرانية لا مجرد ساحة من الساحات التي تدعي طهران وحدتها بوجه إسرائيل غضبت إيران وأكدت أنها سترد في الوقت والمكان المناسبين فهل بات الصبر الاستراتيجي الذي اتبعته مجرد كلام أم أن أنا أوان الأفعال قبل كل شيء دعوني أفسر لكم ماذا يعني مصطلح الصبر الاستراتيجي الذي تتبنه إيران هو أداة لتجنب تصعيد نحو الحرب والتوترات الإقليمية وكذلك الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة هذا في المغزى أما في المعنى فأن إيران وبموجب هذه السياسة لم ترد بشكل مباشر على اغتيال الأمريكيين لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في بغداد عام 2020 كما أنها صمتت على الهجمات الإسرائيلية المبلغة عنها على المواقع الإيرانية في المنطقة والتي تتكثف وطيرتها بشكل ملحوظ في سوريا وكذلك غضت الطرف عن الهجمات التي تلحق بالسفن الإيرانية ولسيما في البحر الأحمر وخليج عدن وبقية المسطحات المائية في المنطقة لكن لابد من الإشارة هنا إلى بعض التحركات التي قد يراها البعض تخلياً إيرانياً عن الصبر الستراتيجي هذا ففي يناير استهدفت صواريخ باليستية إيرانية إقريم كردستان العراق كما نتذكر ضربات قالت إيران إنها لمواقع تتبع الموسادة الإسرائيلي وهذا ما تسبب باحتجاج الجانب العراقي أنذاك استهداف الصفن التجارية في البحر الأحمر أيضاً من قبل الحوثيين المدعومين من إيران أثار كذلك حفيظة المجتمع الدولي علينا أن لا ننسى أيضاً الهجمات التي تنفذها جماعات مدعومة منها ضد مصالح أمريكية في سوريا وفي العراق إذن لديها من يقوم بالمهام هنا وهناك لكن الآن الوضع اختلف فإيران تهدد برد مباشر وإسرائيل تخشى من استهداف بعثاتها ديبلوماسية التي أغلقت كثيراً منها تحسباً لأسوأ السيناريوات وهنا يطرح السؤال هل سيكون الرد في أوروبا التي تريدها طهران وسيطاً؟ أم في تركيا الصديق اللدود؟ أم في دول الجوار التي تريد منها طهران تصفير الخلافات؟ الصورة ستزداد وضوحاً إذا صدرت تحركات أكثر وضوحاً عن حزب الله اللبناني وقرر مزيداً من التصعيد وهذا سيكون له ما بعده على لبنان الرافض لهذا الاحتمال وإلى أن تتجلى ملامح الرد المرتقب ستضع إيران في حسبانها ردود الأفعال أو ردود الأفعال التي سيكون أغلضها خنقها بمزيد من العقوبات إذن نتابع هذا الملف ونسأل عن الرد الإيراني أو الانتقام الإيراني المحتمل من إسرائيل من عمان ينضم إلينا الدكتور صالح المعايطة الخبير العسكري والستراتيجي أهلاً بك من طهران الدكتور فؤاد إزادي أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة طهران أهلاً بك وأيضاً من واشنطن السيدة كارولين روز كبير باحثين معهد نيولاينز للدراسات السياسية والاستراتيجية أهلاً بكم جميعاً أبدأ مع الدكتور فؤاد ومع السيناريوات الأكثر ترجيحاً للرد الإيراني على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق دكتور فؤاد إذن ما هو السيناريو الأكثر ترجيحاً للرد الإيراني الذي بات شبه محتم لأن كل المسؤولين الإيرانيين يؤكدون أن الرد آتن أي أن إيران ستخرج عن استراتيجية أو الصمت السراتيجي الذي عهدناه طيلة الفترة الماضية هل سيكون الاستهداف مباشر أي استهداف إيراني للأراضي الإسرائيلية لعمق الأراضي الإسرائيلية ربما من الأراضي الإيرانية أو عبر الوكلة هل سيكون استهداف للسفرات الإسرائيلية وكيف سيكون يعني ما هي الأدوات يقال مسيرات يقال صواريخ ما هي السيناريوات الأكثر ترجيحا بسم الله الرحمن الرحيم أعتقد أن كل السيناريوهات التي طرحتها هي كلها مداحة لإيران كلها خيارات دقيقة وقد ذكرتها بالتفصيل فلدى إيران نطاق واسع من الخيارات هنا ولكن يجب أخذ أمرين بعين الاعتبار وهما أن القادة الإيرانيين فهموا أنهم إذا لم يتسببوا بإيلام إسرائيل هذه المرة فهذه الهجمات الإسرائيلية سوف تستمر لذلك يجب أن تتعرض إسرائيل للألم للأذى لكي تتوقف عن مهاجمة الأراضي الإيرانية والقنصليات الإيرانية وهذا طبعا مخالف للمعاهدات الدولية نعرف أن السفارات هي جزء من أراضي الدولة الدولة التي تمثل هذه السفارة وبالتالي هذا اعتداء على الأراضي الإيرانية المسألة الثانية هنا والمهمة جدا في هذا القرار هو أن يتنبه القادة الإيرانيون بأن لا يلعبوا لعبة نتنياهو نتنياهو يريد توسيع الحرب في غزة يريد أن يستمر في الإبادة في غزة وأن يجعل هذه المسألة مسألة إسرائيلية إيرانية فبدل إيقاف هذه المجازر في غزة هو لطالما أراد أن يكون هناك مواجهة عسكرية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ويريد أن يقوم بمعركة ضد إيران باستخدام الولايات المتحدة الأمريكية لذلك يجب على القادة الإيرانيين أن لا يسمحوا بذلك ونحن نتوقع أن هذه الضربة أو هذا الرد الإيراني يجب أن يكون بطريقة لا تسمح لنتنياهو أن يحقق هذا الهدف السياسي لأنه يعرف أنه متى توقفت الحرب سوف تنتهي مسيرته السياسية هو لا يكترث حتى لحياة الإسرائيليين بل فقط لمستقبله السياسي وأسمح لي دكتور فؤاد أتوقف عند هذه النقطة فقط لو سمحت تقول أنه يجب على القادة الإيرانيين أن لا يسمحوا لإسرائيل بجر إيران إلى صراع واسع وهل هذا يجعلنا نستبعد احتمال أن تستهدف إيران مثلا إسرائيل بشكل مباشر على أراضيها هل هذا يرجح سيناريو أن يكون الرد محدود عبر الوكلاء مثلا أو مشابه للردود السابقة أعتقد أن ما ستقوم به إيران هو أنها سوف تضرب إسرائيل ولكن التوقيت والطريقة هو أمر تتحكم به إيران لوحدها وتقرره لوحدها ويجب أن يحرص الإيرانيون أن لا تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أن الرسالة الإيرانية هنا للولايات المتحدة الأمريكية وهو أن إيران تعرضت لهذه الهجمة على أراضيها هذه جريمة كبرى ويجب أن يعاقب من ارتكب هذه الجريمة ولكن على الولايات المتحدة لا تتدخل لبل عليها أن توقف هذا الدعم للإبادة الدائرة في غزة اليوم لا يجوز أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية جزءا من عملية إبادة كالتي نراها في غزة وهي ممولة من الولايات المتحدة الأمريكية من هنا أسمحي أن أنتقل بسؤال سيدة كارولين سيدة كارولين أهلا بك معنا في دائرة الشرق بداية أريد أن أفهم منك أكثر سيدة كارولين رغم أن بايدن خلال اتصاله بنتنياهو أكد له دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في سيناريوات الرد الإيراني ولكن أريد أن أفهم فعلا لأي مدى الولايات المتحدة مستعدة للوقوف إلى جانب إسرائيل في حال تعرضت إسرائيل لرد إيراني بغض النظر عن حجمه أو وقته أو مكانه لأي مدى الولايات المتحدة ترى أنه من الصواب أن تدخل في مواجهة مباشرة إلى جانب إسرائيل مع إيران أين ستقف الولايات المتحدة من أي هجوم إيراني على إسرائيل وعلى مصالحها؟ سؤال جيد ومساء الخير لك ولي أديو ما نراه برأيي هو تداعيات الحرب في غزة وهو هذا السيناريو الكابوس بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فخلال كل هذه الأشهر بعد السابع من أكتوبر لطالما أرادت الولايات المتحدة أن تتفادى أي نوع من توسع لرقعة النزاع وتعدد الجبهات على إسرائيل من لبنان إلى سوريا إلى دول أخرى في الشرق الأوسط وهذه الضربة التي قامت بها إسرائيل على القنصلية الإيرانية علما بأن الولايات المتحدة طبعا هي أكبر داعم لإسرائيل وتحمي إسرائيل لا أعتقد أن الولايات المتحدة كانت تدعم هذه الضربة وهي لا تدعمها الآن ولا تدعم أي نوع من توسيع جبهات الحرب في غزة لذلك أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية فعلا سوف تعاني لتحدد ما هي الخطوط الحمر هنا ما هي الخطوط الصفر ما هي الخطوط الخضراء فيما يتعلق بالرد الرد المتوقع من قبل إيران ضد إسرائيل سيكون الموقف صعبا جدا للولايات المتحدة الأمريكية وكيف سترد الولايات المتحدة رأينا أو سبق ورأينا هجمات من قبل الميليشيات المتابعة لإيران تعتدي على مصالح أمريكية ولكن هذا كله مارس ضغط غير ضروري أبدا على موقف وموقع الولايات المتحدة الأمريكية طبعا ليس من مصلحة الولايات المتحدة أن يتزعزع استقرار المنطقة أكثر وأن تتوسع رقعة النزاع أكثر وأكثر على الصعيد الجيوسياسي لذلك أعتقد أن الولايات المتحدة ستنصق مع إسرائيل ومع شركاء آخرين وسيكون هناك نقاشات خلف الكواليس مع وسطاء وحتى مع إيران بحد ذاتها من أجل ضبط الوضع وعدم التصعيد هذه نقطة مهمة سنعود لنناقشها بعد قليل أنتقل بسؤالي دكتور صالح ضيفي من عمان أهلا بك معنا من جديد دكتور صالح دكتور كثيرون يقولون أن حال حصلت المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران فستكون مواجهة مدمرة لا يمكننا أن نتنبأ كيف سيكون الرد الإيراني على وجه الدقة ولكن ما شكل المواجهة التي يمكن أن يخلفها انتقام إيران باعتقادك بداية تحياتي لك والزملائي معي حقيقة سؤال جيد إذا حصلت المواجهة ستكون مدمرة لأنه من السهل أن تبدأ الحرب لكن من الصعب أن تحدد مساراتها وتداعياتها ونهايتها أعتقد الضربة الإسرائيلية للقنصلية الإيرانية هي ضربة تعتبر على أراضي إيرانية أعتقد إسرائيل تجاوزت المراوحة وتجاوزت كل الخطوط الحمراء قد يكون هناك أهداف سياسي للعمل العسكرية لأن أي عمل عسكري يجب أن يخدم هدف سياسي نتنياهو كما أشار المحلل من إيران نتنياهو في أزمة وحيانا الأزمة تدار بأزمة يريد أن يخفف الضغط عن نفسه يريد أن ينقل الشارع الإسرائيلي بدل أن يكون ناقم على نتنياهو يريد أن يكون دعم لنتنياهو يريد أن ينقل الحرب خارج أو الضربة خارج الأراضي الإسرائيلية سؤالي هو دكتور صالح ما شكل هذه الحرب التي يمكن أن تشتعل في حال كان انتقام إيران مدويا ومختلفا عن السابق الحرب التي في ذهن نتنياهو البعض يقول أن هذه رسالة إلى حزب الله عندما ضرب القيادات الإيرانية في سوريا لا أعتقد أنها ليست رسالة إلى حزب الله يقول البعض أنها رسالة إلى دول الإقليم من قبل إسرائيل لا سيدتي هي رسالة مكتوبة بالدم وبالمدفع وبالصاروخ وليس بالتفاوض إلى إيران إما للاستدراج أو لخلط الأوراق ما ينقذ نتنياهو من مأزقه هو خلط الأوراق بعد ما فشل في جبهة في الحرب على غزة إلى حتى الآن يريد أن يخلط الأوراق لا يعني إذا أقحمت الولايات المتحدة وهي على وشك الانتخاب هو يحاول إنقاذ نفسه والله غير مكترث من أن أمريكا تدخل الحرب الحرب ستكون مدمرة البعد الآخر التحديد أن الرد الإيراني قادم لكن سؤالي ممكن يشاركوا فيه زملائي معي هل هو الرد الإيراني ضرورة أم خيار أعتقد من وجهة نظري هو ضرورة وأقرب عندما ضربت أمريكا في مفاصلها الأقتصادية ضرب البرجين أو مفاصلها العسكرية البنتاجون والطائرة التي كانت متوجهة إلى البيت الأبيض المفصل السياسي توجهت إلى أفغانستان ضرورة وليست خيار بينما كان حربها على العراق خيار في خيارات أفضل أيضا إيران لا يوجد أمام خيارها هي يجب أن ترد للضرورة لأن إذا لم ترد للضرورة ستنتقل إسرائيل إلى ضرب أهداف عسكرية بالعمق الإيراني وأعتقد تكون الآن إيران في ورطة بالضغط الداخلي لكن مقابل ذلك في ورقة بيد إيران هي التي تجعلها تناور ولا تخرج إيران ليست دولة انتحارية لا تهاجم بهذه الطريقة هي تعمل على الاقتناص أخطاء الأخرين أعتقد إيرانا الملف النووي الإيراني تحاول أن تمسك فيه ورقة ضغط على الولايات المتحدة لتضغط على إسرائيل وهذا ما عاد بايدون عندما لغى كل ما قام فيه ترامب إيران سترد متى هي تحدد أين هي تحدد كيف هي ستحدد لكن أتوقع الرد سيكون ليس من خلال الأذرع لأنه غير مقنع للشارع الإيراني أن يكون الرد من خلال الأذرع الرد يجب أن يكون بأدوات إيرانية بأدوات إيرانية ومن إيران إلى أهداف إسرائيلية في الداخل حتى لو توجهت إلى أهداف إسرائيلية كبعثات دبلوماسية بالخارج ستكون هامشية وغير مقنعة لأنه ضرب الأهداف الإيرانية على الأراضي السورية أوجد عاملين تساؤلين ممكن أن نطرحهم هذه الشخصيات القيادية التي تلعب دور كبيرا بالحرس الثوري وفيلق القدس أين الحماية الاستخبارية لهم من قلب الجانب السوري بالمقابل إذا إيران ضربت من قلال سوريا جولان جبهة جولان هي جبهة إيرانية ولا جبهة سورية هذا يعودنا إلى سؤال ماذا سيكون الموقف الروسي من إيران أيضا هناك عوامل ضغط واتكاز على إيران تتح أسئلة كثيرة دكتور صالح هي جميعها أسئلة جدا مهمة وسنناقش فيها لكن اسمح لي بعد فاصل قصير أدعوكم لأتفضل بالبقاء معي ضيوفي الكرام أنتم أيضا مشاهدين ابقوا معنا فاصل قصير وبعده نستأنف هذا الحوار ترجمة نانسي قنقر